تصعيد جديد على صعيد التوتر القائم أصلاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني تصعيد جاء هذه المرة من المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي حيث احتجزت القوات الأمريكية أربع سفن كانت تحمل وقوداً نفطياً إيرانية إلى فنزويلة في تحرك وصف بغير المسبوق وبحسب المصادر الصحفية فإن سفينتين على الأقل احتجزتا في عرض المحيط الأطلسي مقابل السنغال حيث اتبعتا نفس الطريق الذي اتبعته السفن السابقة التي ذهبت إلى فنزويلة وعادت منها متفادية لاقتراب من الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال إلا أن احتجازهما في الطرف الآخر من المحيط يرسل رسالة واضحة بأن الأمريكيين قادرون على خنق المصالح الإيرانية في كل مكان من جهتها نقلت صحيفة وولستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحكومة الأمريكية احتجزت السفن لأنها تنتهق العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد كل من كاركاس وطهران كما أن عملية الاحتجاز تأتي بعد دعوة قضائية رفعت في الولايات المتحدة قبل نحو شهر طالب فيها المدعون بمصادرة الوقود الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلة في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على الدولتين وعلى الرغم من وصف السفير الإيراني في كاركاس وقعت احتجاز السفن بأنها افتراء وحرب نفسية نافيا أن تكون السفن المحتجزة إيرانية إلا أن طهران بدت وكأنها ترد على التحرك الأمريكي عبر احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط تحمل عالم ليبيريا في المياه الدولية للخليج العربي قبل أن تفرج عنها بعد ذلك بساعة قليلة ما دفع مراقبين إلى القول إن النظام الإيراني يبدو عاجزا عن اتخاذ خطوات أكثر قوة في مواجهة الأمريكيين وهو ما يدلل على تخوف إيراني من رد أمريكي ربما يكون أكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني الذي يئن بالفعل تحت صياط العقوبة الأمريكية